اشتركوا في القناة نسخة Windows 7 على DVD باستخدام برنامج Windows 7 USB DVD Tool يعني هو تنزل نسخة من الانترنت نسخة Windows تكون هناك جمعة ثلاثة جيجا أو ثلاثة ونصف جيجا يعني يطول معك يوم تنزيله ويومين مثلا انترنت نسخة وتستخدم هذا البرنامج عشان تنسخها وتحرقها على DVD أو على Flash Fomer طبعا الحرق اللي لا يفهم شيئان الحرق انه نسخ هذه المسخة او هذا الشيء المطلوب كبرنامج او اي شيء على DVD بحيث انه بصير هذا ال DVD مخصص لهذا الشيء اللي حرقته عليه خلاص يعني بانير مايسير تمسحها او مثلا تنزل شيء ثاني على DVD لا خلاص طيب راح احطركم رابط البرنامج بالوصف بالتسكريبشن للتنزيل وتنزلون نسخة الويندوز انا عندي هذي هي ننزلها من الانترنت شوفوا لكم موقع بتنزلونها هذه مواقع وايد بتحصون فيها هذي نسخة حسب النسخة اللي تبعها ماذا هي الروفيجيناs او الاتميت طبعا الافول الاتميت وحسب نظام عندك 32 بيت و 64 بيت لذا فنزل لنا هذي هي تكون النسخة و اقضع حجمها 3 جيجا و 149 ميجا بايبس تمام هذه انا انا بنزل لها Washington هذي يومين انا نزل معها نحرقها على دي بي دي نشوف نتابع الطريقة أولا ندخل الدي بي دي في السواقة نحن يوم تطلع بالإشارة جنب الماوس يعني انه في دي بي دي في السواقة تمام بعدين نفتح البرنامج البرنامج خفيف وتنصيبه سهل ما يحتاج يعني حجبه انا رأفو لكم على المركز الفليل سوف اضع لكم مرابط بهذا البرنامج سوف اضع البرنامج يفتح البرنامج بهذا الواجهه نروح نختار بروزر عشان نختار نسخة الويندوز 7 اللي نزلناه من الانترنت هذه نختارها ونضع طبعه بعدين نضغط نضغط حلو الآن الذي يريد ان ينسخ على فلاش يختار عادي طبعا لازم يكون الفلاش حجمها 8 جيجا عشان يقدر ينسخ ينسخ عليه اما اذا كان دي بي دي دي بي دي عادي اللي يكون هادي 4.7 بعد رقم ينفع الآن عندي دي بي دي فأختار دي بي دي بي دي بعدين تطلع لكم هذا نضغط عليها الآن بدأ الحرق لاحظوا هذا التقدم الآن 0% طبعا سأوقف الفيديو ويخلص برد ان شاء الله طبعا اخواني مثلا لاحظته الآن فانتهى يعني 100% و دي بي دي يعني طلع البرنامج طلع دي بي دي من اللابتو بعد البليل انه خلص يعني يعني لاحظوا ندخل للدي بي دي عشان نتأكد ثم يشتغل لاحظوا خاص كيف الشكل الهين هذا الشكل بحركة أفضل هني دي طلع لكم ستاب بس نعطيكم العافية هذا كان شرحنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا